قدمت الأمم المتحدة تحية لمصر لريادة رئيس الجمهورية في تخصيص عامل المرأة استعرضت السيدة مايا مرسي رئيسة الوفد المصري للدورة 63 لللجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة استعرضت التقرير الطوعي لجمهورية مصر العربية عما أنجزته مصر في مجال تمكين المرأة وارتباطه بالتنمية المستدامة وفقا للتوصية الصادرة عن الدورة 60 للجنة وضعية المرأة كما ألقت مايا مرسي الضوء على المشاركة السياسية والقيادية للمرأة حيث وصلت نسبة تمثيلها بالبرلماني إلى 15% و25% في توليع الحقائب الوزرية و25% من المجالس المحلية للمرأة